انا روح الاول للأستاذ محمد اسأله عن هذا المقال يعني الذي اثار شجلا لدينا نحن حتى سعينا اليك لنسألك لماذا كتبته يا رجلي اولا طبعا شرفني جدا انه عجب حضرتك هو فكرة المقال بدأت كنا في اجتماعه في مجلة صباح الخير طبعا بشوف بالانتماء ليها وكان لأستاذ وليل تغان رئيس تحرير بيعمل ملف عنوانه شباب لا يعرف عبدالوهاب ومكالسوم فانا اخدت الزاوية بتاعة العليل الحلمية انه من خلال تجربتي كنت بعمل مجلة عن الفضائيات سنة 2008 كاسمها جود نيوز تيفي وبدأت افاجأ ان الشباب اللي جايلي بلا هو كريج 2007 و2008 اللي هو يعطبها متخرج بعد مندي بعشر سنين بس ما شافش المسلسل فاحنا قريد انا من مجلة التلفزيون كنا بدأنا نستدعي المسلسلات القديمة ونبدأ نكتب عنها ففي فرق طبعا ان هو يكون شافها ولا لا فانا طرحت في المقال ده ان دي كانت بداية مؤشر ازمة جيل تالي يعني بعد مني طبعا كان لساعات الفيسبوك موجود من 2004 كان بدأ السوشي بيدي تبقى موجودة احنا لما دخلنا الصحافة في ال95 و96 و97 كان الاساسة اللي قابلينا زي حضرتك وغيرهم بيقولوا ان اقرأ كذا اتفرج على كذا ودائما كنا بحس ان فيه كثور ودائما كنا بنحاول نلم ده وكان فيه مجال اكتر احنا لازم نوح نتفرج على مصرحيات ونتفرج على افلام طول الوقت سواء الجديد او كنا بنستدعي القديم من التلفزيون المصري للأسف رغم قصرة الفضائيات ودي الحاجة العجيبة جدا وان قصرة اعادة الاعمال يعني حتى بدأت المقال ببرنامج كان عظيم اسمه كنوز مصرحية وازاي كنا واحد يستنى كل يوم 3 او 4 علشان يشوف مصرحية قديمة من خلاله لكن دلوقتي رغم ان كل القناوات موجودة وكل حاجات موجودة على الانترنت لكن كل الاجيال لما بتخرج حجم المشاهدة من اجل المعرفة بتقل ونادرا لما بيلاقي حد عنده قل من 25 سنة دلوقتي بيحاول يدور في ارشيف بلده وارشيف ثقافته ده في المهن الابداعية سواء الصحافة او غيرها واعتقد حتى في السيناريو يعني ممكن اقولي من ازمات الدراما دلوقتي ان ممكن يبقى السيناريست نفسه مش متفرج كويس وده بيحصل كمان ان احنا بيبقاش عارفين نشوفهم بيكتبسوا ايه من الاجنابي ان احنا بيبقاش متفرج على الاجنابي كويس كمان فهذه الحالة عبرت عنها من اجل البحث لماذا لا الاجيال الجديدة ليه حصل هذا الانقطاع عن الثقافة الثقافات اللي سابقت وده بيأكد كمان ياريته حتى بيبقى متابع اللي موجود هو متابع حتى الترندات اللي موجودة عمستوى الكتب بيقرى كتب الترند عمستوى الاجاني بيسمع الاجاني الترند لكن انه يتغالق اللي ده في ثقافته اعتقد دي ما بقيتش موجودة ومش عارف بقى دول لما يبقوا هم بقى فوق الاربعين هيتعاملوا ازاي مع الولادهم اللي هيربوهم واعتقد ان القصة كلها بقيت قزمة هوية وثقافة عامة يعني